تواصل مصر جهدها الكثيفة لاستمرار دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في قطاع غزة سعيا للوقوف معهم في الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يمرون بها جراء العضوان الإسرائيلية دموية عليهم يأتي هذا في حين غارات أو غادرت الطائرات السعودية الحادية والثلاثين مطار الملك خالد الدولي بالرياض متجهة إلى مطار العريش الدولي تمهيدا لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة حيث تحمل على متنها مواد طبية تزن 25 طنا وذلك ضمن الحملة الشعبية لأغافة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة